ربما لم يعد من الضروري في العراق بقاء وزارة الكهرباء فما كان من المستلزمات الضرورية بات اليوم من وسائل الترفيه وغدت الكهرباء الجوهرة التي يفتقدها كثير من العراقيين 15 عاماً وبيوت العراقيين اعتادت على الزيارات المفاجئة والخاطفة للكهرباء التي لا تلبث ان تنقطع تاركة السكان في معاناة تضعفها حرارة الطقس وخصوصاً في شهر رمضان حيث العطش الشديد ولا ماء مثلج او وسائل تبريد فضلاً عن تأثير قطاع الكهرباء على قطاع الزراعة والصناعة والخدمات اغلب محطات توليد الكهرباء معطلة منذ القصف الامريكي لها اثناء الغزو وما بقي صالحاً منها يعاني تردياً في الانتاج ومن سيء إلى اسوأ ينزلق هذا القطاع المهم في ظل فساد وزارة انفق عليها اكثر من 40 مليار دولار منذ عقد ونصف وذلك ما اكده المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس الذي زاد بالقول ان ازمة الطاقة الكهربائية قد تستمر 20 عاماً اخرى في حال استمرار الفوضى بعملية التوزيع كاشفاً في الوقت نفسه عن ضياع اكثر من 60% من الطاقة الانتاجية للكهرباء بسبب السرقات والتجاوزات اموال طائلة انفقت على شركات كهرباء تستخدم اردأ الزيوت المشغلة واسوأ قطع الغيار فضلاً عن قدم المولدات واهتراء الكابلات الناقلة واقع ينبئ ان العراق تخطى مرحلة فساد المؤسسات الى مرحلة العطب الضارب في اعماق الحكومة فلا وزيرة حاسب ولا وزارة اقيلت فلم يجد الشارع العراقي من بودس والخروج بمظاهرات عارمة احتجاجاً على ترد واقع الكهرباء رغم ايمانه بان لا حياة لمن تناديه اذا كان في اروقة الحكومة